يعني أنا أعتقد أنه حتى كبات ثلاثة اليوم يعني مش يعني بإضافة إلى عمر بخشوين كلاعب كبير حقيقة موجود مع منتخبنا الوطني الآن كمساعد أو كنايب للكبن ماجد عبدالله يعني في تصور الحقيقة الاستعانة واستقطاب هذه النجوم أصحاب الخبرة والدراية وممن مارسوا كرة القدم السعودية في اتحاد كرة القدم أو حتى مع المنتخب الوطني في إدارة المنتخب أنا أعتقد أنه حقيقة خطوات جيدة ومشكورة الحقيقة لاتحاد كرة القدم الذي يخطو خطوات جيدة الحقيقة في هذا الجانب تحديدا لكن يعني كان بودي الحقيقة أن يوضح اتحاد كرة القدم في جزئيات الحقيقة يعني وجود الآن الكبتن سامي الجابر كمدير تنفيذي في اتحاد كرة القدم أتمنى حقيقة أن لا يعني نشعر خلال المرحلة المقبلة بشيء من خلينا نقول يعني التنافر بين إدارة المنتخب والجهاز أو الإدارة الفنية أو الإدارة التنفيذية نعم ما عليك يا بركان بس خلينا أوضح شغلة بسيطة لا بد أن نقول لأنه المرحلة المقبلة أوضح شغلة بسيطة بس يا بركان الأعضاء مجلس اتحاد القدم فضل في نصف منهم منتخبين ونصف الآخر مدراء التنفيذيين اللي يتم اختيارهم من قبل رئيس اتحاد القدم يعني كان في فترة ماضية طلال الشيخ المعينين صحيح اللي يتم تعينهم من قبل رئيس اتحاد القدم وهم المدراء التنفيذيين يعني اليوم عندنا في اتحاد القدم عندنا سامي عندنا أكثر من اسم آخر يعني مو فقط سامي الجابر هو مدير تنفيذي لوحده لكن بو فيصل يعني لما نقول كلاعب وكخبرة وكلاعب احتك بكرة القدم كلاعب مارس كرة القدم كلاعب مارسها كمدرب كلاعب مارسها كإداري أنا أعتقد أن كل هذه المواصفات تنطبق على سامي على كابتن سامي الجابر صحيح طبعا لا شك أنه وجوده في اتحاد كرة القدم مهم جدا وإضافة حقيقة لاتحاد كرة القدم في هذا التوقيت بالذات اللي أتمنى حقيقة أنه أتمنى أن يكون أيضا قريب الكابتن سامي من الكابتن ماجد من الكابتن عمر بخشوين لأنه متى ما انصهر هذا الثلاثي مع بعض واتفقت الرؤى بشكل كبير في هذا الجانب أعتقد أنه سنجني الكثير والكثير خلال الفترة المقبلة لكن خليني أعرج على حديث الأستاذ عادل الحقيقة يعني أنا عجبني حقيقة الحوار وعجبني حقيقة أنه أنه يعني طلعت القناة الرياضية حقيقة بهذا بهذا اللي قام على الأستاذ الدكتور عادل عزت أعتقد أن الرجل الحقيقة يعني يعمل بكل ما أوتي من قوة ومن عمل ومن جهد ومن لخدمة كرة القدم السعودية في هذا الاتحاد ويعني في تصوري أنه يعني ما قدم خلال المرحلة السابقة وخلال هذه الفترة في اتحاد كرة القدم هو شيء جيد الحقيقة نخطو خطوات بشكل مناسب وجيد وصلنا لكأس العالم لا شك أنه اشترك فيه الكثير من اتحاد كرة القدم السابق الذي أسس لهذا العمل واتحاد الحالي الذي يكمل أيضا الفترة السابقة فأعتقد أنه أنه يعني يعني الاستاذ عادل عزت أو الدكتور عادل عزت كان يعني واضحا وصريحا وشفافا في هذا اللقاء مع الزميل عبد الرحمن جميل طيب